من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يهدفه إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التأمين الصحي الشامل والذي تحرس الدولة على المضي قدما في تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل مؤشرات منشآت الهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل وموقف تسجيل واعتماد المنشآت كما تم خلال الاجتماع أيضا استعراض رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل موسيقى موسيقى